اهلا وسهلا بكل سادة المشاهدين اللي بتابعونا بشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التليفزيون المصري الاكل بتاعنا النهاردة من المطبخ الغربي يعني انترناشنول بنروح على السعودية الشعب السعودي الشقيق بنروح على الكويت بنروح على الامارات بنروح على كل الاردن فلسطين ما بنسبش بلد ولكن بتجيب الاكلات المشهورة منها جاء على بال النهاردة اسافر على اليونان يعني ابرس يعني اسينة طبعا الناس الطيبين دولت عندهم ثقافة في الاكل عجبتني انا شخصيا من نعم ربنا عن انسان خلق كل حاجة سواسية البطاطس والبتنجان فراخ لحمة في اي مكان في بقعة الارض كلها ولكن كل مطبخ له ثقافة في اعداد الاكلة واستخدامه للتوابل اللي هي رمز البلد او رمز عنوان الاكلة اللي اخواننا اليونانيين بيستخدموا دايما الزيوت بتاعتهم زيت الزيتون بيعجبنا عندهم مش معلقة اشتة مثلا عن الرز عشان يبقى الرز طعمه حاله السمنة البلدي لا خلص ما اسمعوش عنها دي استخدمهم الدهون بتاعت الخروف اللي هي اللي هي بتاعت الخروف دهن الخروف في تسوية الاكل وزيت الزيتون دول حاجتين اساسيين في المطبخ اليوناني كمان العشاب العطرية زي الرزماري والزعتر والريحان والبردقوش ده اساسي في كل الاكلات بتاعتهم يعني الكزبرة الخضرة والبقدونس والشبت اعتقد ما يسمعوش عنها كمان فالنهاردة مع بعض هنعمل اشهر الاكلات من المطبخ اليوناني اللي بروح على اليونان على ابرس على اسينة يقولك اكلت المساكة ايه المساكة دي بقى؟ المساكة هم شاطرين فيها او على فكرة ولكن اساسياتها بطاطس وبتنجان يا سبحان الله كل يوم قدامنا البطاطس والبتنجان ولحمة مفرومة ممكن نستبدل اللحمة المفرومة بدجاج مفروم ولكن اساسي عندهم لحم مفروم ضاني ولازم يكون ضاني هنشوف المساكة هنعملها ازاي؟ بطريقة سهلة وبسيطة وخلينا النهاردة ناس تمتع باشهر الاكلات من المطبخ اليوناني عندهم كمان هورتا فريستا الاسم غريب شوية اللي هو الخضار السوتية الخضار السوتية عندنا يا اما جزر يا اما كوسة يا اما بطاطس يا اما بروكلي ده اساسي هم طبعا عندهم الخضار السوتية بتاعهم ورقيات اللي هي الهورتا فريستا سابانخ جرجير خص كل ده بيتعامل ازاي؟ اكيد فيه تفاصيل واكيد فيه طعم يوناني ولكن بخفة دم مصرية الماكارونة عندهم مش ماكارونة مع سوس بولونيز ولا هي ماكارونة مثلا بالبشاميل اللي احنا عارفينها الليها خالص ماكارونة بتتسلق بتاخد زبادي او طحيلة وبيعتبر نوع من انواع المقبلات بيتقدم بارد بيبقى لطيف وجميل من الثقافة بتاعتهم خلونا نختاركم النهاردة ونشوف اشهر الاكلات ونشوف الثقافة بتاعتهم وهل الاكلات دي صحية ام غير صحية مفيدة ام غير مفيدة بالتأكيد طبعا فيها كل المزايا لان كل حاجة زي الفل وطبعا انا قعدت ابحث انا احبكم باليابا باليوناني لقيتها كلمة اشتير فانا اشتير بحبكم اوه تروحوا بعيد تابعوني بعد الفصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل لاسرار الاكل اليوناني دايما بلغبط ما بين اليوناني والياباني واحنا بنعمل برافة فبقولي ياباني فاللي فاروق احنا رحين على اليابان واليوناني حد دا قام تكشيف ما تبادلنيش معاك فاحنا النهاردة هنعمل الاكل اليوناني مع بعض واسرار الاكلات مع بعض هنشوف مقادير المساكة مساكة يعني بطاطس وبتنجان بيتحمروا يا اما بيتشوه دي مدرسة ودي مدرسة يعني ممكن البعض بيشويها والبعض بيحمرها برضو اللي عايز يقلل الدهون بيشويها اللي عايز يحمرها في الزيت بيحمرها بتنجان بطاطس متقطعة شرائح حلوة دوير ومعانا لحم مفروم ضاني ولازم يكون ضاني ومعانا من الدقيق اربع معالي وزيت زيتون ومعجون طماطم وصلصة طماطم وعصير طماطم ومعالية سكر عشان الحمودة بدخل بقى لحطة المصرية الحلوة وتوم وبصل هي دي المآدير تعالوا تشوفوا نعملها مع بعض ازاي وطبعا النوع من انواع الجبنة يفضل جبنة شيدر او جبنة برمزان زي ما انت عايزة هم بيستخدموا البرمزان بتاعتهم فالبرمزان غريقة شوية ممكن تجيب الشيدر وتجيب الجبنة الرومي حالو الكلام ولكن عايزة اقول حاجة نروح اليونان نروح اليابان نروح اسينة نروح ابرس الاكلة باللي بيعملها انا بعملها بطريقة اليونان او بالمدرسة بتاعتهم ولكن بتاخدوا الطعم المصري لان بتعملها يد مصرية وخفة دم مصري فاحنا بالتأكيد هندخل برضو التركاب بتاعتهم حالو بس اسمنا روحنا على اليونان وشوف ده الاشهر الاكلات والناس دول بيأكلوا ازاي وبشربوا ازاي معلية زيت زيتون على النار معانا بصل مفروم بنحمر البصل شوية عشان ننزل باللحم الضاني يستوي حالو والبصلية بتتحمري عم الشيف طبعا الرسمي بقى هنا النهاردة هنستخدم اي عم الشيف الاعشاب بتاعتهم لان اخواننا دولة شاطرين جدا في استخدامهم للأعشاب العطرية اللي هو الروزماري والزعتر والبردقوش والريحان اساسي في الاكل بتاعهم اللي هو اكليل الجبل بيسموه عندهم اكليل الجبل اللي هو الروزماري عشان نبقوا عارفين المسميات عندهم ده روزماري وعلى فكرة ده مفيد جدا وكمته الغذائية عالية جدا في الاكلات وخاصة اللحوم حالو الكلام نزل اكليل الجبل في قلبيها ننزل بشوية زعتر كمان البصلية هنا ريحاتها اتغيرت معايا حالو بنقلبها تقلبها كده معنا التوم بننزل بشوية التوم وخلي بالك هنا التوم مايتحمرش جامد عشان مايمررش الحاجة بنعمل بقى اكل يوناني اي نوع من المطبخ مدرسة كده مدرسة المغازة بتقول التومة لو اتحمرت في اي طبق بتعمليه بتبوازدك الاكلة بتاعتك اه شفتي هنا البصلية مع الروزمار والزعتر بقى ريحاتها حلوة ازاي بالشامم ريحة بصل خالص اه عندي اللحمة المفرومة الضاني نسبة الدهون زي ما انت عايزة بقى اخواننا دولت مبيستخدموش السامنة البلدي ولا القشطة في الرز المعمر ولا الحاجة دي كلها مش معناته ان احنا يعني بس لأ كل مطبخ ولو مدرسة كل مطبخ ولو سياستو كل مطبخ ولو سقافته اه حلو اه زي اخواننا في الصين كده السياسوس وزيت السمسم دول اساسي في الاكلات بتاعت ما فيش اكلة تخلو من زيت السمسم والسياسوس اه في الاخواننا مثلا اليابانيين عندهم السوش الرز المصري ده ما يفرقهمش فطار غدا عشا حلو اه تقليبة للحمة كده طبعا اللحمة بتكالكع منك غزبا عنك تكون تطلعهم الفريزر طبعا الاخواننا اخواننا اليونانيين ما يعرفوش المعلومة دي فمعلومة غير معلومة لليونانيين لما تيجوا تعصاجوا اللحمة بتاعت الموساكا اللي انتو بتاكلوها صبح ليل بنحط معلقة مية مغلية دلوقتي من النار علشان اللحمة دي تفك بسرعة نتيجة تبخر الماء داخل انسجة اللحمة يساعد على تفككها باللغة العربية الفصحة اه زي ما انا شغال كده مية بتغلية اهو منك يا مصر نتعلم طبعا هي عندهم بتكالكع لما تشوفها تلاقي اللحمة مكالكعة تقعد تقلل فيها دولنار يا فاديون كتير حالو اه خلاص فكت اللحمة ومجرد ما نحط عليها مية مغلية اه هتلاقي فكت دلوقتي يقلبها كده الدهون بتفك بتسم من بعضها تبقى معاك زي الفل كده اهو وتقلبها كده اه طريقة سهلة خاطر بتعالوا مع بعض نعمل البشاميل اللي هي الويت سوس او السلسة البيضة اللي هي بتتحطى على البطاطس والبتنجان في المساكة اه كده اللحم معي زي الفل بس سيبه على النار يستوي بنزل عليه بسلسة الطماطم ومعلاقة سلسة الطماطم وطماطم معصورة زي ما انت عايزة مننساش معلاقة سكر ليه السكر يشيف عشان الحموضة بتاعة طماطم ادي معجول الطماطم معانا اهو ده بيديلها قوام شوية ومعايا كمان طماطم مضروبة في الخلاط وبعد ما تدربها في الخلاط تصفيها زي الفل تمام مننساش معلاقة سكر معانا السكر على طول اهو معلاقة السكر دي مهمة جدا الناس اللي عندها مشاكل مع الحموضة ارتجاع مريه بيجي نتيجة ان احنا سوق التغذية بتاعتنا يعني ارتجاع المريه ده بيجي بعدين بناكل فول مسلوق في الشارع بيحطوا بيكاربونات سوديوم بناكل الطبقة الحموض مستوي بيحطوا بيكاربونات سوديوم بناكل الفاصولية البيضة عشان تستوي بسرعة تقولك تحط معلات بيكاربونات سوديوم كل الحاجات دي غلط تصيب الحاجة تستوي بطبيعتها انقعها من بالليل فمية حطيها على النار بعد كده اي حاجة تستوي معاك من البوكوليات حزاري اكتبها على ماب التلاجة بالبنط العريض بالخط العريض قوة تحط بيكاربونات سوديوم لسل البوكوليات سواء فول سواء حمص سواء فاصولية بيضة فاصولية حمراء ايا كان كده اللحم بتاعتي جاهزة تعالوا نعمل البشاميل بنسيبها تستوي على النار بشاميل عادي خالص معلاتين من زيت الزيتون مراحزين الحاجة ان انا ما استخدمتش زبدة خالص اه بطاسة معلات زعتر حلوة في الحلة اخد طعمها كده قبل منزل بتديه شفت ازاي خلاص زيت الزيتون واخد طعم الزعتر هم استخداموا من الزعتر والروزمار كتير قوي نبدأ نحمر دي نعم يا غالب بقولي اليونانيين بيعملوا البشاميل بحليب برده طبعا وايت سوس هنحط طماطم يعني يا فاروق اكيد طبعا حليب يعني مش للدرجات دي يعني محمر الديق كده اشتيري يا فاروق اشتيري يعني بحب بخلي بالك اه ابحث عنها لتكون يعني اه شايفين الديق كده اتحمر زيت الزيتون مع معلات الزعتر الحلوة اهو حلوة ننزل بالحليب زي الفل اللي عم تشيف اهو نقلب دايما اللي ما تيجي تعمله ويت سوس او بشاميل اه حط السائل على ثلاث مراحل سواء حليب سواء شربة سواء ميا ايا كان بقى زي الحليب دلوقت حطيته على ثلاث مراحل علل ولماذا وافصح من الاجابة حلو قوي التلتي الاولاني اللي هي المرحلة الاولى ان انا بقلب الخليط واضمن ان الديق كله يبقى عجينة متماسكة كاني بقى اعمل بلح الشام اهو بلح الشام بتعمل ازاي ماء مغلي مع معلاتين زيت مع شوية فانيليا على النار ونحط الديق اهو 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 شفت الكوام اهو 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 يلا فورسان التمزول مصري اسا نزيت المصورين حبيبي الصورة من داخل الحلق تتحدث عن نفسها اه اهو اهو اصبح البشاميل اللي انا زي الفلك تمام العجينة معايق ننزل بالتلتي التاني من الحليب اه اهو ونخلي الشوية دولة نتحكم في القوام اهو ونقلب كده اهو 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 واحدة واحدة كده هتلاقي كل الحليب ما يسخن كل ما يفك معاك اهو اللي بتعمل البشاميل ويكالكع معاها اللي بتعمل الويت سوس ويكالكع معاها اهو اهو كل ما يتعرض على النار ويسخن الحليب هتلاقيه فك معاك وينزل من بين السلوك المضرب كده واحنا شغالين اه 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 ونقلب اه 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 اهم حاجة المرحلة الاولى تخليط الحليب جيدا بالدقيق بعد تحميله في الزيت او الزبدة او السمنة اه 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 ولكن احنا عشان في المطبخ اليوناني واخوانا اليونانيين شاطرين في عمل الاكل بتاعهم دايما بيستخدموا زيت الزيتون في الاكل اه 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 البطاطس متحمرة جاهزة وزاي ما قلت لحضراتكم اختياري ان كنت تتحمريها او تشوها في الفرن وتقطعها حلقات وتروسها فصانية تحط عليها شوية زيت زيتون شوية رزمار شوية زعتر وتدخلها الفرن تتشوي ده بالنسبة للبتنجان البطاطس نفس الطريقة تقطعها شرايح وتحط عليها زيت زيتون وزعتر وتشوها في الفرن طريقة تانية سهلة للمبتدئين اليونانيين حالوا الكلام بيعملوا هي يا شيف بياخدوا البطاطس دي يسلوها بالقشرة بتاعتها وبعد ما بتتسلق طبرة خالص يبدو يقشروا القشرة ويقطعها شرايح دواير وهي مسلوقة طريقة ام زمان فاكرين زمان امهاتنا ما كانوش يحمروا البطاطس على طول تتقطع وتلا كانت تسلق البطاطس وتجيب البطاطس الصغيرة تبقى قد البيضة كده وبعد ما تتسلق تتقشر وتحمرها في شوية سمنة بلدة الكلام ده يرجع تاني اليونانيين بيعملوا النهاردة البطاطس تتسلق بعد ما تتسلق تتقشر وتتقطع دواير وتتحط في صانية بزيت زيتون تتحمر في الفرن انا باعشاها الاكلة دي اه بس اما حاجة تتسلق ولما تسلقيها بتحطيش ملح كتير عشان ما تتهريش منك والقشرة تتهري اسلقيها بعد ما تسلقيها سباها تبرد وبعد ما تبرد اشريها وقطعيها دواير باشا اميلي طلع معايا اه اه ننزل بالشوية الحليب دول زي الفل ايب انا عملت اللحمة وعملت الويت سوس او البشاميل النوع الجبنة اللي هستخدمه جبنة برميزان مبشورة او جبنة شيدر مبشورة باخد شوية بحطوهم على البشاميل واذا حطينا جبنة فيها ملح كتير يبقى نرفع ايدنا من الملح شوية اه 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 ابص عليه عينية حاضرة اه لا يا باشا هي التركاية المصرية با شفت اليونانيين اتعلموا حاجة النهاردة اه 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 كل العالم يشهد للمصري بالزكاء والخبرة اه اه شايفين اللحمة المفرومة اه برجل اه وريني بقى كالكاعة لا حسونة لا اه 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 زي الفل طلعام الفريزر بقى تيجي معاك حتة واحدة زي ما هي كده اهم حاجة شوية مية مغليين من براد الشاي وتحطوه مع اللحمة بعد ما تشوحيها مع البصلة والتومة وتغطي الحلة او تستخدم كده التقليب على طول تلاقي فكت معاك وزي الفل اه سيبها على النار تتسبك كده والبشامل بتاعنا جايز ناخد شوية جبنة نحطهم عليه مش هنحط بيت هنا اه نحط ايه جبنة اه اوه تحط بيت تحط البيت هتلاقي البيت كالكع لان الطبيعة بتحط البيت على بشامل سخت او على وقت صوت سخت فطبيعة هيرجع بقى سكرامبت يعني زي البيت اللي بيتعمل في الحليب المغلي حلو اه خلاص كده البشامل بتاعي جاهز نبص على قوامه يلا يلا اه 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 الله عن ريحة الحلوة بدأت اشم ريحة حلوة ريحة الجبنة واختلاطها بالوايت سوس اللي هو دي اللي حمرته فيه الزيت مع زعتر ونزلت بالزعتر الاول خالص عشان كده البشامل معي ريحته حلوة وبعدين نزلت بالجبنة والتقليبة الحلوة دي كده انا بص عليه كده اه بص على الحلوة بص على الحلوة اه اه الله مصلى على النبي زي الفل تعالوا بقى انطبع الاكلة بتاعتها هي عايزة شوية فلفل اسود اه حلوة نعم انا مش بحب الفلفل لبيض مش بحبه في البشامل ما عرفش ليه بيغير لطعم الحليب وطعم الدي ممكن انتوا تحبوه عادي مش اي حاجة مش بيحبها الشي في معناته انه مفروض عليك انك تحبلها خالص يعني انا بقول الصراحة دايما بستخدم الفلفل اسود في الوايت سوس افضل والفلفل لبيض بستخدمه لما بكون بعمل وايت سوس مثلا لشوية جنباري اللي حاجة كده معينة فبستخدمه معانا البتنجان متقطع دوير ومتحمر معانا البطاطس متقطع دوير ومتحمرها طريقة تانية ممكن نشويها سواء البتنجان سواء البطاطس طريقة السريعة التحمير حلو الكلام؟ اه تعالوا نطبقها في كسرولة بقى عشان نبدأ نشتغل مع بعض زي الفل نخلي الهورتة فرستة دي كده على جاب اللي هو الخضار المشكل سابانخ وجزر وجرجير سري سابانخ وجزر وخاص تلاتة دول دي الهورتة فرستة هنأخذ الصينية دي كده ونأتي هنا نعرس البطاطس كده الأكلة دي حلو على فكرة مشهورة جدا في أسينة وفي أبروس في اليونان عموما يعني الشعب اليوناني عاشق للأكلة دي واي حد بروع اليونان معروفة في المطاعم تبقى عاملة زي الماكرونة ببشاملة كده بس ما فيهش ماكرونة خلي بقى لكم اهو رسة البطاطس دي بالشكل ده كده اهو ولازم دواير ودما تشتري البطاطس عشان كده بقولك انزل السوق بنفسك ما تبعتش حد يجيب الخضار انزلي انت عارفة تعملي أكل يوناني النهاردة يعني عاز البطاطسية قد التانية عشان لما تقطعها دواير تبقى في الصينية شكلها حلو ما تجيب ليش بطاطسية قد كده بطاطسية قد كده حلو الكلام اهو نفس الكسة مع البتنجان نعم يا فندم طبعا هتخش الفرن بس بعد ما نرسه اهو عيني حاضر هي هتاخد وقت شوية اذا حابب تطلع فاصل انا جاهز اهو حلو اهو حلو حاضر نص البتنجان اهو شفت الجو ده كده اهو اهو بتنجان دواير بطاطس دواير نعم بالكوسة لا اهو ما مش بيحبوا الكوسة يحبوا السبارخ يحبوا الخاص ويحبوا الهندبة اللي هو السيريس بتاعنا السيريس اللي في الريف المصري والسعيد المصري عارفينه؟ وفيه هندبة تانية خاص هندبة دول عاشقين له لحمة المفرومة الله ما صلى على النبي شوية مفروم بيتكلموا مصري مش ياباني مش يوناني سوري اهو اليابانيين شاطرين في السوشي يفتروا سوشي ويتغدوا سوشي ويتعشوا سوشي اهو حلو اهو بتنجان كده زي الفل قادة الطبق بتاعي تمام اهو بالشكل ده كده حلو اهو هنعمل ايه عمشيك هناخد اللحمة المفرومة دي كده اهو بتركاية بتاعت المغازي بقى ياوي 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 ناخد شوية جبنة كده هو ده الكلام كده انا غزيت اللحمة وتوكتها ودعمتها بشوية الجبنة الحلوين دول عشان كده بقولك استخدامك للملح هنا كنترول ناخد اللحمة المفروم ده كده اهو احنا بنطبق الموساكا اهو من المطبخ اليوناني لحمة المفرومة الضاني واخد زعتر واخد روزماري اهو ما تحتلوش كمون ولا كسبرة خلي بالك اهو عشان الطعم مايهربش منينا ويروح على ايهو على المطبخ المصري اهو الله اهو مفروم داني كندوز ينفع اعملي كندوز عادي بس ما تقوليش لحد اهو المطبخ انا قلتلكم مش قواعد يعني يعني انتو عملت كندوز مش اتحت التاكل وتبقى زي الفل اهو عادي يعني لحمة المفروم نزل اوات زي الفل تمام معانا البشاميل الله ما صلى على النبي اهو بما ان هما بيحبوا الرحان بيحبوا الحاجات الاطرية انا بقى هضيفي التركاية بتاعتي عشان يتعلموها برضو اليونانيين ايه ده يا شيف بقى اهو الاكلة دي فهتوم اللي انا حطو ده ممكن يكون رحان اغدر وكده باتحك عليكم ممكن يكون يعناء اغدر فده يعناء اغدر شفت الصداقة شفت الصراحة والمصدقية اهو ممكن نحط رحان اغدر اهو ممكن نحط زعتر اهو تركاية الشيف بقى اهو هل؟ زي الفن ناخد البشاميل بتاعنا الجميل الحلو ده كده دخله جبنا اهو يلا العب الله مصلى عن نبي اهو اكلة فيها كل حاجة اهو الموساكا اليوناني اهو بنوجلت الشعب اليوناني طبعا تحية كبيرة من كل المصريين اهو ابرس واسينة الناس الطيبة جيراننا اهو حلوة اهو لسه انزل بالجبنة اصبر على الرزق حلوة اهو تمام حط تسويها كده تسويها كده علشان تبقى كلها واحدة اهو حلوة اهو تمام شفت الجو ده كده بنفس الطبقات دي كده دلوقتي وتطلع بقى ايه لونها لون برونزي كده اهو ولكن هي برضو واخدت طعم المصري اهو هندخلها الفرن في درجة حرارة مية وتمانين لغاية لما وشها يتحمر بس مكانها فين في الفرن فين اللوكيشن بتاعها في الفرن في نص الفرن خلي ذلك اهو يلا معنا حبيبي اهو زي الفل في درجة حرارة مية وتمانين الموساكا اليوناني بخف الدم مصرية والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها هناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لأكلة مشهورة في اليونان هورتا فريستا ايه هي؟ خليوها نطلع فاصل وبعد الفاصل هنشوفها مع بعض مع تفاصيلها او اترحوا بي موسيقى ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مطبخ يوناني مطبخ ياباني مطبخ سيني مطبخ خليجة عربي مصري النظافة هي عنوان مطبخك تاني النظافة وانك تقف في المطبخ ريئة او فاية ده بيديكي طاقة ايجابية وبيفتح نفسك انك تعملي دايما الاكلات بكل ابداع ورؤية تعالوا مع بعض نعمل الهورتا فريستا الاسم صعب مناش دعوة بيه ولكن لما نشوف محتوى الاكلة بجد يفتح النفس خاص وسبانخ وجرجير والجرجير بتاعنا المصري اللي يقل عليه طبعا الارض الطيبة الخاص كابوتشا يعني قريب اول الهندبة بتاعته والسبارغ بتاعتنا طعم تاني والجرجير وبصلايا نعمة فاصيتهم نعم زيت زيتون وعصير حامض ورزماري وزعتر هي دي المأدير تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي بطريقة سهلة ده الخضار السورتيه بتاعه حلو؟ طيب طاسة شديدة انحرارة على النار ونتفل النار دي مش عايزينها عشان نوفر الكهرباء ولما تكون وقفة في المطبخ غاز ما يتفتحش على الفاضي كهرباء ما تتولعش على الفاضي بلايش اي لازمة هننزل بالزيت حالو؟ احنا عارفين الخضار شكله كتير قوي طبعا زي ما حضركم شايفين كده بس مجرد طبعا ما يشم النار ده بيهبط بننزل ببصلية كده نعمة باستناش عليها لما تاخد لون انا بشوحها كده بس شوية توم برضه الزعتر بتاعنا بالشكل ده كده اه الرزماري يا ويلي ينزل زي ما هو كده شفت الجو ده كده اه حالو قوي عندنا من الماء المغلي شوف بقت ركاية مية مغلية هناخد منها كده هورتا فريستا اه اه نزبط الملح اللهم صلى عنه الملح ده اللي هو اللي بيخلي الخضار ياخد لونه الطبيعي اه شوية فلفل السود تمام قلبنا كل ده مع بعضه طعم هنا جميل جدا على فكرة اه شربة تاني عملت يا شيف شفت الرزماري السليم زي ما هو ازاي عشان هرفعه بعد كده اه تاني خدت زيت الزيتون نزلت البصلية نعمة فاصي التوم ما استنتش عليهم لما يحمروا عشان ما يمرروا ليش السوز ده كده بعدين تبلتهم ونزلت عليهم بمية مغلية بالشكل ده كده المية المغلية اللي عندي دي اللي انا هستيق فيها المكارونا هي مسلوقة جهزة معايا زي الفل باخد الخضار بتاعنا ايه الخضاري عم مش شيف سابانخ ورقية الجرجير الورق بتاعه خاص كابوتشا بالشكل ده كده كله مع بعضه ايه الاول وايه التاني حسب يعني رصة ايدك كده مفيش مشكلة اه اه املي الحلة وما تخفيش انت بس هتغطيها دلوقت المدة دقائق معدودة هتلاقوا دول هبطوا معاك كده يملو طبق كده صغير يعني خلي بانك اه ده جرجير الناس اللي مش بتاكل الجرجير ويقولك حامد وبيعمل لنا سبايسي والجوي ده كل الجرجير وده طعمه اه بس يتغسل الاول وبعدين نصف المية مرة واثنين وثلاثة الجرجير بياخد وقت كبير في الغسيل عشان ينضف غير السبانخ اه وغير الخاص اللهم اصلي على النبل تعالي يا ست هرطة اه ده ما يتقلبش دازم هو كده هنغطيه اه زي ما هو الغطى فين اه البخار هيطلع من السعي اللي انا حطه هيخليه الخدار ده يهبط كله مع بعضه بالشكل ده كده اه ايال مع السلامة لازم يكون غطى محك ونار شديدة تحتمل طيب على الهرطة ما تستوى على النار اللي هو الخدار السوتيب اليوناني تعالي نشوفه نعمل نوع من انواع المقبلات مكارونا بالمايونيز والطحينة مقادرها على الشاشة هتقول لي فين المكارونا اهيت انا سأليها مسبكة وهي معانا زي الفل زبادي مايونيز شفتوا المساكة شكلها يفتح النفس تلاحظوا ان الجبنة لها كده رونك وشكل مميز وبتغلي لسه على النار ايه طبقات بقى بطاطس تنجان لحم ضاني مفروم نزلنا بالبشامل بعد ما خلطناها بقليل من الجبنة وبالشكل الحلو لحضراتكم شايفينه ده كده البوري السنجاري السمكة بتتفتح طبعا من ضهرها غير بطناها يعني فيه فارق لازم السمكة تتفتح من ضهرها وبعد كده بكلنا ضفناها وشلنا الهشرة بتاعتها وبتتحشي خلطة ايما خلطة نية اما خلطة مستوية وتخش الفرن ايه الخلطة طماطم وبصل وكسبرة وكمون وعصي الليمون وتوم كل ده ونحشي السمكة من عند خياشمها لغاية دلة وتدخلها الفرن المساكة على الشاشة بتتكلم مصري من اليونان من البرازيل من بلغرية من اسينة من ابرس هي بتتكلم مصري حالوا الكلام؟ تعالوا مع بعض نشوف لسه الخضار على النار نعمل مع بعض طبق مكبلات مشهور جدا فطير مشالتة نطلع المنوفية الله بسامنا البلدي ما تقول ليش فيه ستة ناك طيبة بتبعتلي فطير مشالتة في الشهر مرتين بعشاقه تعالوا مع بعض نشوف الهورتة فرستة خلينا في اليونان ايه الجمال والحلاوة دي عم نشيف ايه الحلاوة دي شيف مغاز بقى يحط ايه الركاب بتاعته مع تشكلة الخضار الخاص السبانخ الجرجير هتعمل ايه شيف بتعمل ايه هو ده اه ده نعناع هو ده اه عطيت ايه ورق النعناع النعناع علشان دي فهتوب بتبدي فليفر حلو بما ان اخوانا اليونانيين بيحبوا التوابل اللي فهها فليفر والعشاب شايفين اللي حلكت مليانة ازاي راح فين الخضار ده اه لا خالص خالص يا فاروق يا الكمود ولا الكسبرة دي على فكرة يا اخوانا معلومة حلوة لي يا صديق في اليونان اه قاعد في ابرص بيقول لي بنعشى الارانب بتاعتكم هديته من مصر ان انا اخد له الارانب بيأكلوها هناك مسلوقة كده معا خضار وبعد ما تتسلق تحطي لها عصير الليمون والشربة بتاعتها ورايبة لطريقتنا يعني بس احنا ناخد الشربة نعمل علامة لخية هم يشربوها بسببها كونسومية الارانب اعافين يا فندم كده اهو زي الفل شايفين الهرطة 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 اه الله انا شلت الروزماري اهو ده الروزماري كنت حطيتها عروق سليمة زي ما ايه كده اه انا ليش حلتها حد يسألني السؤال ده كان نفس حد يسألني السؤال ده لو قطعت الروزماري وحطيته لما ناكل الخضار ده هيبالو طعم ده لما يجي تحت سناننا هيبالفيه شوية ايه قاس شوية فانا طبعا خدت الفليفر والطعم بتاعه وخيره يعني وهخلص منه تعالوا نغرف الهرطة اه في الطبع الحلو ده كده اللهم صلع النبي لأ خلي ده للمكرونا ونغرف ده هنا كده اللهم صلع النبي اه تستاهل الطبع الحلو ده مش هنحط اي حاجة خالص هي حاجة واحدة بس هنحطها علميا يعني ايه هي اللمون مش تحطي دلوقت اللمون ده وقت التقديم ليه مغازي عشان اللمون هيسود لك السبانخ وهسود لك الجرجير اللمون يا اخوانا لو تحطي على السبانخ وهي سخنة لانها غنية بالحديد والاكسادة بتاعتها عالية هيسوتها فاللمون يتحطي على الاكلة دي واحنا بنأكل منها كده بعد ما تبرد شوية خلي بالك اه الهورطة فرست بتنسيش الاسم تعالوا نشوفوا المكارونا بتاعتنا نشتغل فيها بقى عالرواء كده طحينة زبادي مايونيز التلاتة مع بعض بصراحة يعني يخدوا طحينة وزبادي ومايونيز والمكارونا بتاعتنا المكارونا طبعا تتسلق مدرسة المغازة بتقول المكارونا ما تتغسلش بعد السلق خالص طب بتكالكع مني طب ده كلام هي معلية زيت بتفك المكارونا مش هتلاقي الزيت يسعفك تحط معلية ميا مغلية كل اللي بقوله ده دراسة علمية طهوية مرنا بيها اه على طول المكارونا تفك منك انما حزاري انك تتغسل المكارونا بعد سلقها اه المكارونا معنا هيا زي الفن حبا حبا والله دي مسلاهم الصبح اه جاهزة عشان نكسب وقت وقت ده من ذهب بعد كده المكارونا معايا هيت ممكن تكون مكارونا حلازوني ممكن تكونونا بالشكل ده كده يعني المكارونا يبقى فيها اه الشكل الهندسي بتاعها يشيل منصصات اللي اعملها يعني المكارونا بينا حلو لزبكتي ما تنفعش طبعا ها الحلازوني لان طبعا فيها طبعا شكل حلازوني بيشيل من السلصة المكارونا الصغيرة دي اللي فيها بلزavait خرام صغيرة دي كده ملتوية حرف L يعني برضو بتشيل عناية ناخد بعدين وطلع فاصل زي ما انت حابي طيب أنا عايز اعمل السوس بتاع الماكرونة اللي هو فيه تلات حاجات طحينة زبادي ميونيز تلاتة مع بعض عصر لامون زيت زيتون شوية ملح صغيرين عصر لامون كل دول يتقلموا مع بعض واللي يشوفوا مع الماكرونة دي كده ونشوف نقدمها ازاي أوه تروحوا بعيد تابقوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل كنت عايز اعمل السوسة طبعاً فأخويا فاروق قال لي لا ستوب عايزين نشوف التركاية ننزل بالطحينة ولا بالزبادي ولا بالميونيز الاول هو ده الكلام لا ده ولا ده ريحتك أنا بقى هو ده شفت المفاجأة اه هو ده تعالوا نعمل مع بعض السرسل الحلوة دي كده اه اول حاجة عنده عصير لامون والزيت زيتون عصير لامون وزيت زيتون حلوة ونقلل من زيت الزيتون لان احنا حطين زيت زيتون في سلق الماكرونة فشوية زيت الزيتون دول كفاية اوي حلو وشوية فلفل اسود صغيري وويدة عصير اللامون نقلبهم مع بعض عندنا شوية ريحان مفرومين اخدر ده ريحان ممكن يكون اه رجانه ما فيش مشكلة زلطي بالزبادي ميونيز زبادي وميونيز نوع المكبلات ده على فكرة جربية بص عشان بس برضه مانوش تحينة وزبادي لا 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 انا مش عايز ان نحكم على الحاجة اللي لما اتجرب بولك فلال تعرفوا والله يا ابن حلال جربت وعملته انت جربت طعم وبعد نقوله رايك فيه انا حطيت زيت زيتون وحطيت عصير اللامون وحطيت زبادي وحطيت ميونيز وهحط طحينة مزلة الطحينة بقى ده هتلمل الكوام ده كله هتديله شخصية هتديله كوام اهو طحينة ايه اهو نشوف اذا احتاج التاني نحط اهو شفت الصلصة دي تاني اولا انا عملت ايه حطيت زيت زيتون وعصير ليمون زيت زيتون وعصير ليمون وشوية ريحانة ما عندكيش لا ده ولا ده حطي بقى دونس مفيش مشكلة هيزعله اليونانيين مفيش مشكلة نصالحهم نأكلهم مساكا حالو على فكرة اليونان مشهورين جدا بالسي فود اه جميل جدا لان طبعا الشرق غربها وجنوبها البحر المتوسط والبحر الابيض حالو اه شايفين الجو ده كده اه الصلصة دي رهيبة اه هناخد الصلصة دي ونحط المقارونة دي بتاعتنا الجميلة الحلوة الله اه وننزل عليها بالصلصة دي كده ونقلبها اي نوع مقارونة بقى حسب ولادك اللي بحبوه يعني بس هو الموضوع كله تغيير الطعم شوي يعني ان انا جرب طحينة مع زبادي ومايونيز وعصي الليمون وزيت زيتون الاكلة دي طبعا ما فهاش لخل ما سوري ما فهاش اه كمون ولا كوزبرة اه الشكل ده كده ناخد الصلصة دي عم الشيف ونسقطها على المقارونة ونقلبها كويس ونغرفها بقى نزينها بشوية خاص شوية جرجير زي ما هي كده بس حطها في التلاجة تقعد عندك اسبوع تاكل منها قيمة دي لها فايدة يا شيف طبعا دي كأنك بتاكل لحمة كأنك بتاكل جامباري جامبو ايه يا شيف الكلام اللي بتقوله ده اه تعالوا نبحث جوها كده ونشوف ايه اللي فيها فاطحينة سمسم اوميجا سري فيها زبادي ومايونيز منتجات البان يعني بروتين يعني احنا كدنا في الاكلة دي اهوت كل حاجة احنا ممكن ناكلها فيها المقارونة كاربوهادرات ونشويات تصنيع اه بس احنا كلنا عارفين المقارونة بتتصنع عن من الدي او السيميت النعم وبيت وزيت فيها زيت زيتون كافيل ان هو مفيد جدا للجهاز الهضمي فليفر وطعم موجود الريحان او البقدونس المضاف ليها عصير لامون فيتامين سي اذا الطبقة ده يستاهل اللي تعب عليه ولا متعبش يستاهل بس انا بحسيبها كده هي معادلة عندي دي مكونات يعني طبقة البد اللي بااكله الصبح ممكن هحاوله الموسوعة من القيمة الغذائية واسمه طبقة بضعة في الاخر ناخد الطبقة ده كده نتقدم بالهورتة فريستا ونخش بالطبقة بتاعنا الحلو ده كده اهو الله مصلى على النبي نوع من انواع الماكرونا جربيه وقليه رأيك فيه وبعدين نحكو اخواننا اليونانيين مش بيهزروا اهو الطحينة والزبادي والمايونيز التلاتة مع بعض مش يخلوها تجمت هنا خلي بالك اهو ألف هانا وشيفة لللي ياكل منها طبق ماكرونا اينع من المطبخ اليوناني ولكن بخف الدم مصري مصري الجرنش بتاعي او البرزنتيشن على فكرة بيحبوا النعناع عندهم النعناع الاخدر ده جميل جد اه اشتيروا نعناعوا يعني هحبة كنعناع بالليوناني ها ها هاي شايفين الجو ده كده حاجة حلوة الجرنش ده بتاعك انت بقى ضايماً اقول لما ست البيت زي تمسك الطبق تزواه بقدر ما هي بتهتم بتقديم الطبق وان تزواه وتعمله جارنش بقدر حبها للصفرة بقدر حبها لولادها لقسرتها لضيوفها حاجات بسيطة بس لها معنى كبير لها مغزة كبير زيت زيتون مطبخ النهاردة حاس ان برضو الواحد لو ما دخلش وعمل طاق الكوارع وشوية فتة وجوي ده كده بحاس ان هو بيلعب في المطبخ او الله حاجات كده بسيطة وسافة حالوا الكلام زيت خلص حالاتنا النهاردة بساطة سهولة برونا قدرنا نختارك المطبخ اليوناني بنوجل للشعب اليوناني ابرس واسينة والناس الطيبين بنوجل لهم تحية كبيرة احنا النهاردة بناكل من مطبخكم اكلة مشهورة عندكم اسمها الموساكا مكوناتها بتنجان وبطاطس من خير ارضنا عملناها مع لحم ضاني مفروم عملنا الهورتة فريستا اللي هي عبارة عن تشكيلها من الخضار يتصدرها في القائمة البطل المصري الجرجير والسبانخ والخاص كل دول مع بعض مع زيت زيتون وعصير ليمون تفاصيل كتير جوه الحلقة طبق مكبلات جميد جدا انا لازم اجرب الماكرونة دي بعد ما اخلص الحلقة بجد فيه مايونيز وفيه طحينة وفيه زبادي وزي ما قلت لحضراتكم هارة بغزائي بروتين بنلاقي فيها كربوهضرات فيها جنباري جامبو فيها اللي هو مجسري حلو وفوسفور موجود في الطحينة بتاعتنا الجميل رؤية فن ابداع النهاردة من اليونان والكلام ده بنشوفه كل يوم منيني عم الشيف من ماس بيروك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة